تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مستشار نمسا كارني هامر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لاتصالتنا والتباحث حول تطورات الأحداث الجارية ما بين الجالبين الفلسطيني والاسرائيلي والجهود المطلوب القيام بيها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح في المدنيين لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة وأضاف متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس